ازايكم يا رب تكونوا جميعا بخير هنعمل مع بعض النهاردة الكريم كراميل بطريقة سهلة وجميلة وهنعمل له اضافة جديدة وتكاية هتخلي طعمه في منتهى الجمال وده شكله بعد لما قلبته شايفين شكله طحفة ازاي تحلية سهلة وسريعة مناسبة جدا لفصل الصيف والحر اللي احنا فيه ده يرطب علينا لما ناكله سائع تعالوا بقى نقطع كتعة كده ونشوف القوان بتاعه كريمي وناعم جدا ومش مخرز جميل اوي كمان الاضافة اللي انا ضفتها عليه خلي الطعمه في منتهى الجمال اتمنى تنوروني في قناتي انا رد واسراب واقع تنسوا اللايك للفيديو لو اعجبكو يلا بينا بقى نصلي على الرسول ونشوف المقادير وطريقة التحضير للوصفة الجميلة بتاعته لنهاردة اول حاجة هنا انا عندي اتنين باكت من الكريم كراميل اللي بنجيبه من السوبر ماركت وعندي لتر من الحليب يوازي اربع كبيات بكبيات الشاي العادية انا هنا مستخدمة حليب كامل الدسم بفضله جدا بيكون طعم وحلو قوي لو مش متوفر يبقى اي نوع حليب معلب انت تحبيه جبت معلقتين كبار من السكر كرملتهم في كزرولة او في طاسة وبدأت اضفهم في القلب وهقول لكم ليه واحنا شغالين اهم متاكة هنا الشغل يكون سريع جدا في الكراميل وهو سخن كده عشان ما يتمسكش في القلب فيبقى صعب عليك انك انت توزعيه في كل الاتجاهات زي ما انا بعمل كده ابدأ يوزعيه بالسباتيولة او باي ظهر معلقة عندك في كل الاتجاهات في القلب شايفين كده خلاص انا انتهيت تعالوا بقى نفتح باكتات الكريم كراميل في العبوة الوحدة هيبقى فيه كيس من الكريم وكيس من الكراميل انا هنا هستخدم اول حاجة الكراميل هناخد الباكت الاولاني هنضيفه في القلب بتاعنا وهقول لكم ليه انا محتاجة هنا شوية كراميل زيادة في الوصفة والباكت التاني هنضيفه على الحليب الحقيقة التكاية دي افضل كتير منك تضيفي سكر عليه بتخلي طعمه لون الكراميل النفسه تحفى جربيها بالتكاية دي هتعجبك جدا ابدا يقلبي بالمضرب اليدوي حتى هتلاحظوا ان لون اللبن اتغير شوية من الكراميل اللي احنا دفناه والحقيقة بتدي طعمه حلو قوي بدأت ان انا اضيف الاتنين باكت من الكريم وبدأت اقلب على البارد كده ويلا بين بقى على البتجاز النار بتاعتك تكون متوسطة ويدك ما تقفش عن التقليب خلاص هو بدأ يدخل معايا في الغليان لازم يغلي معاكي اكنك بتغلي حليب بالزبط وده شكله بعد لما خلاص غلي شايفين حبيت اواريكو كل المراحل هقفل بقى عليه ويلا بينا عشان نصبه في القلب بتاعنا ابدأي بقى انزلي بالكمية كلها في القلب الحقيقة انا القلب هنا غطى الكمية كلها عشان لما نيجي نقلبه يبقى شكله جميل كده عامل زي الترطية بالزبط هتسيبيه يبرد تماما لازم تسيبيه يبرد تماما قبل ما تدخليه في التلاجة سيبيه بقى يبرد وبعد كده ضفيه في التلاجة بتاعتك خلاص عد حوالي ساعة اللي ربع في التلاجة لحد لما تماسك زي ما انتو شايفين كده تعالوا بقى نشوف الاضافة اللي هنضفها عليه اللي هتخلي طعمه جميل ويزداد جمال على جماله انا عندي هنا ثلاث باكتات من بسكوت الشاي اي نوع انت تحبيه ضفتهم في المطحنة وتحنتهم وهنضيف عليهم علقتين كبار من الزبدة المزابة ابداي يقلبي البسكوت مع الزبدة لحد لما يديكي قوام زي الرمل المبلولة كده عاوز اقولكو ان الاضافة دي يخلي الطعم الكريم كرامل في منتهى الجمال ممكن كمان لو مش عندك قالب تعمليه في كبيات بنفس الطريقة دي والترتيب ده هيديكي برضو نفس النتيجة الروعة دي ابدأي اوزعي كده البسكوت بعد لما قلبناه في الزبدة على وش الكريم كرامل الحقيقة هو المتعارف ان احنا بنضيف البسكوت في النهاية وبنضيف الكريم كرامل على الوش بس الحقيقة انا عكست الموضوع عشان الطريقة الاولانية بتضيع جمال الكريم كرامل في القلب يعني ما بنعرفش نقلبه لكن الطريقة دي ينفع ان كانت تقلبه بيبقى شكله عامل زي الترطة وبيكون شكله جميل جدا وزعت البسكوت شايفين هو لسه هيجمد من التلاجة بس اهم حاجة توزعيه بشكل متساوي وهنسيبه في التلاجة من مدة يعني حوالي من 4 ل 6 ساعات عشان يتماسك ونعرف نقطعه خلاص انا كده وزعت البسكوت وده شكله بعد لما سويته بظهر المعلقة كده بشويش هو طبعا لسه ما تمسكش وهدخله التلاجة تعالوا بقى نشوف شكله بعد لما يخرج من التلاجة ووريكوا قد ايه هو جميل والبسكوت عشان كله زبدة تماسك زي ما انتوا شايفين كده والكريم كراميل زي نفسه بقى جميل جدا تعالوا بقى نجيب طبق التقديم ونبدأ ان احنا نقلبه ووريكوا شكله خطير طعم البسكوت فيه يعني بطعم بالزبدة وكمان هياخد من طعم سوس الكراميل اللي نازل عاوز اقول لكم خلى طعم الكريم كراميل بالطريقة دي جميل وينفع كمان ان انت تقلبيه ويبقى شكله عامل زي التورتاية زي ما انتوا شايفين كده شايفين شكله طحفة ازاي يعني الكراميل والبسكوت من النهاية وعلى الوجه الكريم كراميل طبعا مصبرناش خدنا اول كتعة والكتعة التانية هقطعها معاكو شايفين جميل متماسك وتحفة وطعم البسكوت شارب من الكراميل خطير جدا قدميه بقى سائع كده لأولادك وبقى الفهنة اتمنى تكون حلقتي النهاردة عجبكو وكانت خفيفة تحلية سهلة وبسيطة ان شاء الله تجربوها وتعجبكو او اتنسوني في خالص الدعاء وكمان اللايك للفيديو وكمان الاشتراك في القناة استودعكم في امان الله وإلى اللقاء في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة